بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهوري نادي الأهلي في كل مكان أهلاً ومرحباً بحضراتكم معنا في حلقة خاصة من برنامج الأبطال النهاردة الحقيقة هيكون أبطالنا فريق الكرة الطائرة للسيدات الحقيقة اللي توجنا أول مبارح ببطولة كأس مصر على حساب نادي الصيد بنتيجة 3-2 تابعنا طبعاً المباراة وكانت مباراة ماراثونية والبنات الحقيقة أثبتوا جدارة واستحقاق والحقيقة احنا هنا بنوجه التحية النادي الصيد الحقيقة اللي قد مباراة كبيرة بمجموعة من اللاعبات الشبات طبعاً فأكيد بنوجه لهم التحية ونقول أكيد مبروك نادي الأهلي وكانت مباراة رائعة النهاردة حلقة خاصة هيكون معنا عدد كبير من اللاعبات وأيضاً الجهاز الفني عشان الحقيقة نقرب منهم ونعرف أكيد الأرقام وهو اللي حضرتكم الأرقام دلوقتي الأرقام اللي حققها أو اللي حققوها سيدات الكرة الطائرة على مدار التاريخ تثبت إنهم الحقيقة فتيات الزهب واللقب اللي أطلق عليهم ده لقب مش من فراغ من ألقاب وأرقام وحفاظة على القمة توصل القمة سهل ولكن تحافظ عليها صعب يعني كل سنة بنشوف منافس مختلف ساعات يبقى منافس نادي الشمس ساعات بيبقى نادي الصيد ساعات نادي الزمالك أوقات بيبقى نادي هاليوبلس ولكن نادي الأهلي دائماً أبداً حاجز مكانه في المنافسة ومش بس كده لا ده بيحسم البطولات لصالحه مثلاً ناخد نهلة سامح الكابتن طبعاً التاريخي نادي الأهلي أو كابتن فريق كابتن نهلة سامح 47 بطولة على مدار تاريخها مع النادي الأهلي 18 دوري ممتاز 18 كأس مصر 6 بطولات أفريقية دي طبعاً آخر كأس حملته الكابتن نهلة سامح تاني 18 دوري 18 كأس 6 بطولات أفريقية 5 بطولات عربية المجموع 47 بطولة ده بالنسبة النهلة سامح طيب بالنسبة الكابتن حمد الصافي المدير الفني اللي تولى المسؤولية تقريباً من 5 سنوات 19 بطولة 7 دوري ممتاز 6 كأس 4 بطولات أفريقية 2 بطولات عربية وعايز أقول لكم أنه هو يعني نادر لما تلقم خسروا بطولة يعني أنا أفتكر في مدار 4-5 سنوات اللي فاتوا يمكن بطولة واحدة اللي خسرها فتاة الزب سواء أفريقية أو عربية أو حتى محلية يعني التفوق مش بس محلي يعني ممكن تقول لك ما فيش المنافسين يعني يعني مش كتير لا الريفرنس أو المعيار الحقيقي أنت بطولات تكل أفريقية ولا أنا غلطان طب يعني أروح فيه بطولات أفريقية مفيش غير خمس سنين ممكن بطولة أفريقية واحدة خسرها نادل أهلي في كل السنوات اللي فاتت فالحقيقة وبطولة عربية يمكن يعني يعني نادر لما تلاقي الفرقة دي تخسر بطولة والحقيقة حتى بتلاقيهم يعني هم خسرين بيوعدوا السنة الجاية أن ياخدوا كل البطولات هيكونوا معنا النهاردة هنقرب بينهم هنشوف استعدادات الكواتيزاي هنشوف الكواليس الصعوبات نتكلم عن مطش الصدي الأخراني اللي حقيقة كان مطش صعب وخلص 3-2 بشوت خامس خلصت نتيجته على ما تذكر 16-14 الحقيقة كان مباراة مهمة جدا وكانت صعبة خلينا نقرب من اللاعبات والجهاز الفني انتظرونا أكيد هيبقوا معنا ويعني إن شاء الله تبقى حلقة أتعجبكم